لين يا شابب الدنيا حلوة بازن الله. بازن الله هشرح معاكو بس الحاليا بس عزين برس نتكلم في كام نقطة كده قبل مسلا لما نبدأ. المادة دي لو انت عايزت لامها او تعمل فيها ايه بس عشان تاخد الزيتون يعني انت عايزت لامها تعمل ايه. بص المادة بازن الله في الترمي ده يعني مفهاش حاجة. يعني حتى الترمي الاولاني مكنش فيها حاجة يعني اوي. بس يعني انت عارف بقى الدنيا بتبقى عاصل يعني. المهم يعني تقل المادة نسبيا نسبيا اه. نسبيا خفيفة بس تهتم بها خليك دايما متابع. يعني خليك في المادة عو طول ميتابع انت على مدى لو انت مسلا قبل الامتحان كلها الميت ترمي لو هيبقى فيها اللهعلم يعني. اه هتقعد في في نفس ليلة الامتحان او اليوم اللي قبل الامتحان هتقدر انت اتجمع كل الحوارات دي. بس الفكرة ان انت في الاول ده يكون متابع يعني انت تكون مسلا بازن 의�fully بعد ما اخلص الفيديو هكون لامها بتاحت مسلا في الدسكريبشن اللينك بتاع الفولدر اللي انا هشرح منه دلوقتي. فانت الفولدر ده على قال انت اقرأه وتكون فاهم الحاجات اللي فيه. وكده يبقى تمام جدا يعني بازن الله وبعد كده بقى يليلت الامتحان بقى ممكن مسلا لو في حاجة تايها منك تقعد ترجيحها واشعار فيه. لان يا حسن المادة المادة حاليا ما هي بتاعت المتالوروجي اغلبيتها كلام وفهم. يعني انت بسلا ما فياش حاجة بقى انت تقعد بتعمل حاجة وحاليا ما نزلناش ما ما فيش ولا تنزل. بس انا باش متطمن لحاجة زي كده. ممكن مسلا بعد ما اخلص الفيديو مسلا بتاع وكده. ممكن نبقى اجيب كده مسائل نقود نحلها في الفيديو مسلا. او انها اوابعت مسائل مسلا بحلها. طبعا ده لو مفيش تنزل المسائل دي هجيبها يا اما الدرافات القديمة يا اما هجيبها من عند كريدت. لان انا باش ما بتطمنش بصراحة. لان احنا الحمد لله يعني في التنمي اللي فات كان فيه حاجة جميلة يعني حصلت في الاخر. المهم يا معلم يعني خليك بس ايه خليك اه لو فيت اسلمات الطالبة تحاول ان انت اسلمها قبل الوقت عشان يعني اه مؤملا يعني يمكن تاخد الدرجة بتاعتها كاملة يعني. يمكن. دي دي حاجة اساسا يعني انا عن نفس يعني التنمي اللي انا مفيش حاجة خبت درجتها كاملة اساسا. انا مشوفتش يعني يعني اه اعرف انت كانت التسعة والثمانية دي كده من الاحلام يعني. اصا يهمش يعني الحمد الله. اه المهم يعني. اه خليك وانت خليك دايما متابع في المادة زي قلت لك المادة ممكن تلمها قبل قبل الامتحان قبل يعني اليوم اللي هو قبل الامتحان بس تكون متابع فيها لانها يسمى فاش اه حورات يعني هي بس انا فيها دش وحف يعني مش حافز برضا كتير بس فيك انت تكون فاهم الدنيا مش شاف ايه وانت هتمش بعد كده. جميل? وعندك ايه المصادر اللي انت ممكن تذكر منها? عندك الدرافات القديمة. اه الدرافات اللي دي مصراحة فيها حاجات حلوة يعني. فانت ممكن ترجع لها فيه ملخصات فيها حاجات يعني انت ممكن ترجع لها على طول وتاخد اه وتاخد منها. مع بعض الاختلافات البسيطة بس انت عشان كده ولك تكون متابع عشان لو فيه اختلاف او كده بس في الاغلب حتى الام معرفش ما شفتش اختلاف بس السلايد السلايد اللي بتنزل لنا جديدة فيها حاجات زيادة عن الترم الاولاني. اعاصدي عن السنين اللي فات. فاخليكم متابع برضك عن المهم. بس هو نفس الجوهر يعني. نفس الموضيع تانشن وجريشن مش عارفة الحاجات الجميلة دي. اه جميل اه بالنسبة لكريدت انت لو روحت عند كريدت بش هتلاقي عندهم اه هتلاقي عندهم المادة بس هتحطين حاجة جواها. اه ليه? لان الكريدت عندهم فهم مهتمين بي والدنيا ماشي معهم حلو فهم بيهتموش حسنا بالمادة بتاعت الميتالوروشي. دي حاجة دي يعني. الحاجة التانية بقى ان اساسا يعني. ا أي ارب ايه ارب ناس لينا مثلا في كريده هم هم ميكاترونيكس. فميكاترونيكس اساسا في كريدت ما بيخدوش اساسا مادة الماديل تيستينج اساسا. فانت بش هتلاقي عندهم البتاع دي فانت ممكن تلاقي اه عندي عند ناس ثانية ناس ثانية من كريدت. يعني عموما يعني هما حتى حتى لما كنت مثلا دورت وكده مل frånum هم ن blending ما دقيتش في اللي هو بتاع السنية دي. دي عندهم حاجة. لانهم عندهم الкими خاصة. فانا ممكن مسلا اشوف لو في مسلا اسئلة او في حاجة مهمة مسلا ممكن انا اخدها من حد صاحبي او كده واجبها لكم او ان احنا مسلا نشرحها لكي ان السداني يعني حط من اللي انا شفته يعني هي هي ناس السلايد يعني في الاخرى هو بتاخد من هناك كوبيت نزيلها عندنا بيست يعني او من عندنا بيست القواص دي من عندنا كوبيت روح هناك بيست ايا يكن يعني فالمهم يعني عند صحابي ممكن ابقى اجيب منهم الحاجات دي لو في حاجة مهم يعني اه جميل اه ممكن مسلا بردك يعني لحد دلوقتي احنا ما نزلناش اسايمنت وكمان ما اخدناش واجب ولا اخدناش اي حاجة فممكن مثلا عندي كريدت اه اشوف مسلا اصحابي مسلا انا ما ظن ان هو بينزل لهم اسايمنتات وكده فممكن ابقى اخد من ان هو مسلا اسايمنت وبالحل بتاعه حشان بردك انت تشوف لان احسن بقى التنشن مسلا اول اول تيست عندنا فيه قوانين كتيرة فانت اسم مش عارف ازياد تستخدم القوانين دي فانت لادم تحل فعشان كده ممكن نحاول ممكن احاول ان انا نجيب كده مسائل ونحلها مسلا في فيديو اه جميل اه الحاجة كمان انا عايز ان نبه عليها الديسكريبشن دهحت في في الفيديو هتلاقي فيه لينكات لفيديوهات الفيديوهات دي مسلا وانا بشرح مسلا حاجة مسلا مهمة حاس ان هي تفيدكم لو انت تفرقتوا على الفيديو احسن او فيديو مسلا عشان يوضح حاجة فانا هحط لك اللينك بتاع الفيديو ده تحت لو فيه مسلا المراجع طبعا المرجع بتاعنا اللي هو بالانجليزي انا بصراحة مش مش عارف اجيبه في في الدرايف ونحن انا عن نفسي مش عارف ايجيبه في الدرايف مش يعني مش عارفين يجيبه يعني فلو حد من اوكم يعرف ايجيبه او كده ممكن يجيبه طبعا aggiبر المرجع هو هتلاقيه في اول صلاة خالص اسم المرجع هتلاقيه في اول صلاة نزل اتنين هتقلب كده كم شوية هتلاقي اسم المرجع اللي الدكتور بيستدنه فلوحد يقدر يجيبه لنا بيديف يبقى قطر خيروه. ممكن بس ان يجي ويبعثوا للدرايف نازلوا في الجروب. يعمل اي حاجة يعني اعرفوا وصل لنا بإذن الله. آآ آآ جميل آآ اما أنا بستقرأت في مرجع ايه؟ قرأت في مرجع بالعربي بصراحة. هبقى بإذن الله هسيب لكم اللينك بتاع المرجع اللي هو بالعربي تحت في الديسكريبشن. لوحد ده عابد بيقرأ يعني. آآ جميل. آآ تالت حاجة هنسيبها لكم بإذن الله في الديسكريبشن هي الملف بتاع اللينكات. آآ الملف بتاع اللينكات والروابط اللي هي مثلا هنفدنا في ان احنا مثلا لو في حد يشام حاجة ممكن يبقى شوف فيديوهات مثلا توضح الدنيا ماشي ازاي او كده. وهسيب برضك تحت في الديسكريبشن الفايل اللي أنا بشرح منه دلوقتي. آآ جميل بس اعز انا بس في حاجة في الملف اللي هو بتاع اللينكات هتلاقي كده آآ ان الدكتور اساسا في اول كم محاضرة كان بيقول لنا ان هو عايز يعمل لنا مشروع والمشروع ده مش عارف مطلوب اننا مش عارف نجيب ميت تيست كده مختلفين اللي هو مسلا انت لو نزلت العجلة المخرومة مسلا في مياه هتلاقي عمالة بتعمل بقليل لا بالنسبة له تيست وفي تيست تاني في المحاضرة يقول لك انت لو جبت البيضة واش عارف حطيتها في النور اللي حطيتها في مياه لو طفت تبقى طيز لو طفت تبقى طازة او او سليمة لو لو ما طفتش وغدس حاجات غريبة كده ما في امتاعش يعني مهم مش يعني المهم يعني انا جبت انا آآ في فهتلاقي تاقف في الملف ده هتلاقي تحت كلمة تيستس آآ هتلاقي كام لينك اللينكات دي بتاع فيديوهات وبليليستس بتشرح كزا نوع اختبار ممكن تفيدكو يعني آآ جميل وهتلاقي تحت كلمة شرح تحت كلمة شرح دي بقى الفيديوهات اللي هي تخصنا آآ جميل آآ آآ بالنسبة بقى للناس اللي هي كانت مثلا بتتابع في الترمي الاولاني الراجل اللي هو الهندي ده يعني الراجل الهندي ده فصراحة يعني في الترمي التاني يعني فصراحة عطي ابحث ما لقيت لهوش حاجات آآ فممكن نجيبه احط لينك للشخص تاني يعني آآ برضك هندي يعني هم الهنود هم اللي بيشرح وشعارف هم مكتسحين النت كتير اللي بشعارف ليه ماهمش يعني ناس عندهم بازل وعطاء يعني آآ ايا ياكم فبإذن اللي هحط لينك لينكات لشخص شخص تانية ممكن تشغوله حد حبيب برضك بس انا معرفش اذا كان يعني هيعجبكو أو لا بس أوكي يعني آآ بس الراجل الهندي اللي هو اللي هو بتاعتري من الاني مش بششغال قوي يعني بيشرح حاجات كتيرة جدا آآ بل يعتبر اسنا بالشريحة يعني مش كيه بس آآ جميل آآ ده ملخصا كده الحاجات بس اللي هي ايه اللي هي في الاول كده يعني ايه تفتيح كلام تنساش بقى تعمل بقى لايك بقى وشيروا الكلام اللي مش عارف اللي بتقالك كل فيديو ده اللي هو مش عارف تنسى عمل لنا اشتراك اخسيبك انتم هم يعني آآ بجد يعني لو في حد اصلا الحوار عجبه او في كومنت او اي حاجة عايزين تعدلوها او ما اللي زالك حد يشام اي حاجة كده كده عسيب بط درك في الديسكريبشن آآ الايميل لو حد عايز يبعط لي ايميل ان هو بشام حاجة اصلا معينة آآ ممكن ينزل في الجروب ممكن حاجات كتيرة انا عسيب برضك الفيز بتاعها ممكن حد يبعط لي اساعة عن ماسنجر يعني الدنيا تبقى صريفة آآ بازن الله ويفهم فهنبدأ اول حاجة كده بس ابل الستاندرد طبعا الستاندرد بس احنا ايه هنرغي كده شوية بس وهنقلبها يعني هو بس الورقة دي انا جاب فيها الستاندرد ايه معناها اللي هي اسان سروط الكبول والرفض اللي هي تتحطي ببين الراجل المصنع والمستهلك انت طبعا انت عايز تشريع اي حاجة فتبقى عايز تعرف هل هي دي هي دي يعني هل هي دي الحاجة اللي انا ينفع او دي اللي هتستحمل او هي دي الحاجة الحلوة او ما الى ذلك طبعا بقى بتلاقي مسلا يقول لك انا خدت الايزو في المنتج دفع عشان كده انت بتشتريعها يعني حاجات زي كده المواصفات يعني ادي كده هتلاقي تعريف لحاجة اسمها المواصفات القيسية انت ممكن تقرأها يعني ايه بش حوار يعني اللي هي اللوز والكونديشن اه الريس بكتة والفولو باي انجينيك شور سيفت ديزاين يعني ايه التعريف انت بس تحفظه عشان لو ايه لو جيت طلب منك اللي هو اعلم والله انا ما عندش كالفيزاج الممكن يطلبها او لا اا وحدود المواصفة حدود الايه تقرأ بين حدود المواصفة والمواصفات القيسية فكرة في الحدود ان هو انت مثلا اا انت مثلا داخل مطعم فمثلا انت عشان تتاكد ان الاكل ده تمام فتلاقي مثلا المطعم لازم يكون مش عارف نظيف وش عارف ايه ومثلا تشخو تغسل الاطباء اا في غسالة مثلا مطهرة واتكون مثلا لابسك حلو فدي الحدود لكن انت مثلا انت مثلا دخلت المطعم لقيتهم مثلا بيحطوا على الاكل في يوني في يونكا ولا لقيتهم مثلا بيعملوا اي حاجة تانية مثلا بتدخل تلاقي مثلا الزبون يقدر يلاع الجاكت يحطوا على شماعة دي حاجات جميلة حلوة بس دي بش الحدود دي بش تابع مش راح لما اروح اقيم اروح اقيمهم على كده بس دي يعني هي بتبقى جزء من المواصفات لكن بتبقى عارف انت لو ما لقيتهاش لازم اقفل المكان ده ما ينفعش اساسا لكن لو لقيت مثلا حاجة تانية في المواصفات الدنيا بتبقى جميلة مهم يعني بعد كده طبعا دي بقى الهيئات اللي هي بتبقى مسئولة طبعا دي بتقسم لناشنال ونونيون وانترناشنال يعني انترناشنال دي يعني على حاجة كده على مستوى العالم انت هتشتغل في اي مشروع على مستوى العالم فلازم تستخدم حاجات مواصفات زي الايزو مسلا دي بتبقى حاجة مواصفات على مستوى العالم لو انت مسلا شغال مسلا في حاجة داخل يونيون زي زي الاتحاد الاوروبي مسلا اتحاد الاوروبي ليه مواصفات كياسية خاصة به طبعا اه قبلنا كده اه بس يعني فهو المواصفات دي بتاعت الاتحاد فانت كل ما انت شغال بالمنتج دي داخل الاتحاد فخلاص فانت دي المواصفات بتاعته يعني مثلا كمثال على الحوار الموصفات الكويسية اللي هي بتاعت العنوان مثلا طيارة للتقريبا 2016 أو ما إلى ذلك الطيارات يعني القتالية اللي هي بتتعامل مثلا في الاتحاد الأوروبي الجناح مثلا بتتعامل في فرنسا المطور بتتعامل مثلا في ألمانيا يعني الجهاز التحكم مثلا بتتعامل مسلا في أي دولة إطاليا مثلا أي دولة تانية وفي الاخر مثلا في دولة بتتجمع فيها كل القطع دي وتتعامل فطبعا هي لازم تحطوا ما بينهم موصيفات عشان يقدر يوصلوا كل الحاجات دي في ايه ده الفرق ما بينها وبين حاجة مثلاً احاجة مثلاً انت عايز تعمل مشروع غيب اترناشنل مثلاً يعني انا وانديش خلفية يمكن مشروع اترناشنل لذي ايه بس اهي اني انت لو عادل مسلاً تعمل مشروع غيب اتربت مكعمل تابعك طبعا الناشة اترناشنل دي حاجة كده محلة ح cantof فأكيد ما ديديوش بتروح بقى اوروبا يعني انت صمح هنا البلدك وخلاص مهم يعني خلاصتك في الحوار ده انت كمهندس يعني دي حاجات كده جميلة اتعرفها بس انت حوارتك اهم حاجة عندك هو الكود الكود ده يعني لازم يكون عندك الهيئة ورقم الكود والسنة جميل وطبعا من احد الكودات اللي هي عندنا في المناج اللي هو الكود بتاع التنسايل بتاع الاسبيسمنت اللي هو تقريبا خمسين مية خمسة وعشرين يعني اه هو ده اه خمسين مية خمسة وعشرين اه يعني احفظه احسن عشان انا اكون متطمن احسن يعني بدل ما يجي يقول لك خد في اختيار اه التنسايل اسبيسمنت اه اه بتاع ده كود ويدي لك اختيارات يعني مهنوش يعني والله ممكن تحصل يعني ما فيش حد فانت احفظه وخلاصه خليه في دماغه لكو الدنيا حلوة يعني مش حوار هما خمس ارقام يعني المهم انت اللي خصك اي في الحوار ده خصك ان انت لما تيجي تعمل اي منتج ان انت زم تكون ضمن ان هو يكون وبكون الكوست بتاعته على قد الايدي يعني مش 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 جاية بهرجة وخلاص مع ان حتى الكوست دي ممكن تكون وعرض منها ان هي بهرجة بس الفكرة ان انت على حسب المعايير اللي انت بتحطها الستاندرد يعني انت عايز ايه فانت بتحط الكوست والسيفتي والكواليتي يعني الفكوست دي مسلا بتبقى مربوطة ايه بالمادة الخام انا ما هجيب مادة خام هيبقى شكلها ايه وطب ما انا عندي مسلا انا مسلا ممكن اعمل مسلا خاتم والخاتم دا يام ما اعملو مسلا دا هيبقى اعملو اضموض طب ايه الفرق طب وليها ما هو دا تكلفة ودا تكلفة هتفرق بقى في الحاجات اللي انا هستخدمها بعد كده جميل ممكن اعمل حتى البتاعة ده ممكن مسلا يعمل سلوك الكهرباء يام اعملها مسلا الامونيوم يام اعملها مسلا كبر هيبتفري بقى معاك انت بعد كده فانت دي المادة الخام طبعا متبقى مربوطة بالكوست اه التصنيع السلوك الكهرباء دي مسلا لو تيجي تصنحها صنحها الشكل ايه مسلا لو هتعملها اه انت مسلا تعملها ويردروينج انت عايز توصلها الان لتخانة طب وفي الاخر الفنش يبقى شكله ازاي وما الى ذلك يعني حاجات اللي انت تفهمينها دي والشكل لو بعيد والخواص طبعا الكواليتي هالها طب لما يطلع بعد ما تخلص المنتج اما هالها يطلع المنتج ده بيرفكت اكيد طبعا فيش حاجة بتطلع بيرفكت اكيد بيكون فيها نسبة عيوب طب ايه نسبة العيوب اللي هي مسموع بيها ايه حدود المواصفة ان انا لو انا لقيت لعب بزيادة يبقى دي ما تنفعنيش لا بش ينفع اه ايه هي اه او ايه حدود العيب عندك يعني ده بنسبة قد ايه طبعا في الاخر انت لازم تخدم على الفكرة دي المهمة يعني هي طبعا هو مسلس بيخدم بعضه فانده في الاخر مهم عندك جدا كلمة السيفتي فانده ينفعش ان انت بعد ما تخلصهولي وهو انت طلعته يعني جامد والكوست يعني ايه شوية كده وهتغبط في الصفر وفي الاخر تيكي الواحد يستخدمه يموت مثلا فانده ما عملتش ايه حاجة فبالتالي بقى انت عشان تطمن بقى في حوار السيفتي والكوست والكواليتي والكلام ده الجميل ده يعني بزيات السيفتي والكواليتي فانده محتاج تعمل ايه تعمل اختبارات بقى وعينات والكلام ده وشوف حدود الارول المسموح بيه ومن هنا بقى ايه هي دي الرحلة بقى اللي هو ايه بدأها معانا الراجل الجميل المهم بس ايه بردك فيه دي بقى السلايدز اللي هي التانية يعني دي ملخص كده السلايدز الاولى السلايدز بقى التانية اللي هي نزلت اللي هي الميكانيكال بروبيرتس طبعا الميكانيكال بروبيرتس يعني انت ممكن تقرأها يعني هي ما فيهاش حاجات او كده كده شوية وهشرحها بتفاصيل اكبر طبعا الفيزيكال بروبيرتس يعني انت لازم تكون عارف لك كده ايه كم حاجة كده من نهم يعني اه مهم بس اعايز بس اوضح على حاجة الكيميكال. طب انا هدي جول لك الكيميكال يعني ايه اللي دخلها في الحوار يا عم احنا الدنيا حلوة وجميلة. جميلة وانت الحديث اللي عندك دايما بيصديش مسلا. ايه يعني ايه. بتحط يعني عنده عجل زاتي. وانت لازم تكون عارف بردك ما يديه من جزء من كيميا يعني الكوروجين والكلام ده. اه بس ففيه كم نقطة مسلا ممكن ايه نعدي عليهم بس في السلايد دي عشان هيهمونا بعد كده. اه. ماشي. طب انا وجة نظري يعني مهم مش ماشي. فانت يعني انت بصراحة اقرأهم يعني هم مفهمش حاجة بس في حاجات بصراحة باش هتفهمها غير لما ايه هنشرحها بعد شوية يعني. يعني مسلا حاجة زي كده مسلا. يعني بتاع المادة مسلا بتاع المادة هو بيكون مربوط مربوط باللود. خليك كلمتون دول في دماغك وهبيل لك معناهم بعد شوية بازن الله. طبعا المتالي. طبعا المتالي. دي الحاجات المهمة دي لانا لسا قيلها اللي هي الكوست بقى وكلام اللعبة دي. فانت ايه. كلام في الاخر مسلا بعد ما انت هنخلص بازن لنا الفيديو. وكون الدنيا في امتاها مسلا. هديك تقرأ الكلام ده بازن الله هتستوعب يعني. انت ممكن تحس ان هو ايه اللي عام الكلام ده انو يشفهمه. بس هديك هتبقى ايه هتستوعبه. وردك دي كلام للقراءة بش عارف ايه هي الكلاسيس كيزة. ديستركتف وانت ديستركتف. الفكرة في ديستركتف. الفكرة في الحاجة اللي هي مسلا بتكون ديستركتف او ما لذلك ان هي مسلا بتكون. يعني هو بيطلع العيانة ميتة يعني مالهاش لما انتقدرش يستخدمها بعد كده. طبعا طب ايه الفرق مسلا يعني شوية مسلا في الحاجات اللي هي الشغل مسلا. مثلا انت دلوقتي مثلا لو جيت عملت منتج مثلا والمنتج ده مثلا انت المنتج ده حجمه صغير يعني مثلا انت جيت مثلا عملت القلم ده. فالقلم ده سهل ان انت جدا تاخد واحد منه من ملايين وطروح جاية عامله ايه. طروح جاية مثلا ايه تانيه. مش عارف ايه تشوف القلم ده يستحمل قد ايه. مش عارف ايه. فانت ممكن تقصر القلم عادي وش يدفرق معاك. لكن انت افرض مثلا ان انت بتعمل مواسير مثلا مواسير مثلا بتمشي مثلا في محطات فالمواسير دي حجمها كبير جدا فانت عشان تيجي تعمل لها تيست ده في حد ذاته خيال يعني انت عشان تيجي تعمل لها تيست ويكون ديستراكتف اللي هو مثلا تشد المصورة يعني عشان تشوفها تستحمل قد ايه فدي بتبقى حاجات برضك بالنسبة لك بالسهلة فانت بتحاول قد ما تقدر ان انت تحافظ على المنتج لان تكلفته عالية جدا زي قد ان انت شد قد تعمل له حاجة عشان تقدر تقيس بيه حاجات زي كده يعني الديستراكتف مثلا بيقيس حاجات برضك معاني بيس الهاردنس التنشن سترينس كومبيرشن سترينس وما لذلك هنبين بعد شوية برضك اما الناد استراكتف انت مسلا ممكن تعرض المصورة دي لإيه لإكس ري مسلا نشوف مثلا لو فيه فيجوات لو فيه حاجات زي كده مهم يعني اي نوكو الكلام ده برضك ممكن تقرأه ما فيه حواري برضك فيه هنا مثلا كلمة فيه هنا اللوت مثلا اللي احنا نستعادمها في التست فيه منها كزا نوع فيه اللي هي وطبعا بيدخل مثلا الحاجات بتأثر في التست طبعا حوار ده مثلا انت مش تكون فاهمها هو شوية وهنبينه برضك بس خليك انه تنضل في الماء برضك من الحاجات المهمة بعد شوية تفهم معناها ايه اكتر فكرة النورمال سترس ان احنا يعني بعض التست اللي بتبع عندنا بتبع معتمد على النورمال سترس جميل وبتبع معتمد على الانيار سترين الانيار سترين ده هو دي احسا هي دي الفكرة بتاعته ممكن انت ايه طبعا تكره ام كده ايه ده من النهايته يعني وهيبين بعد شوية لانك تفهم اكتر طبعا ده هنا الشير واش عارف ايه لما انا بيجي الاختوار الشير ممكن نبقى ايه نعدي على الحوار جميل بعد كده هنا general requirements of existing machines عارف فكرة بقى اللي هو بتاع كل مرة لكل اختبار input وoutput دي ال input اللي هي تبقى ثابتة على اغلبية الاساسا الماشينز اللي انت لازم تتأكد منها قبل ما تدخل يعني المهم بس اول حتة بس عندي لو حد مسلا بش فاهمها اللي هي one present or buy يعني الفكرة ان هو ايه الخطأ مسلا عندك مفروض يكون قد ايه او ما لازالي لا تتسمى المعيارية يعني ايه الفكرة في كده طبعا احنا متفقين انه كل اغلبية الحاجات اللي هي بتبقى عندنا اساسا بتبقى بيبقى فيها ايه مثلا من الحاجات بتبقى مسلا عندنا ايه مفيش حاجة perfect فدائما بيبقى فيها عندك مسلا اخطاء فنفس الحاجات دي برضك هي في المكان فانت لازم في المكان ده مسلا مفروض ان هو لمسلا لما انت مسلا دي تطبق عليه فرصة معينة او تديله current معين فمفروض ان هو يطلع لك فولت معين او مفروض ان هو يطلع لك اصد معلش اناس تديله current معينين ينفروض ان هو يطلع لك مسلا جهد بطريقة معينة يديلك سرعة في المكان بطريقة معينة فمفروض الحاجات دي برضك بتتحسب وبيطلع لك كاسمها المعيارية يعني برضك انت مسلا انت مسلا المكان اللي تبقى جاي لك مثلا تبقى انت عارف النسبة الخطأ في القريات فيها مثلا عشرة في المية فانت مثلا بعدنا بتطلع قريتك كده تروح جاية عامل ايه تروح جاية تضرب كل القريات دي مثلا في نسبة القريات ده سواء انت تقسيمها بقى وتضربها دي بتعمد على حسب المكنة حتى لو طلعت حاجة زي كده مرة مثلا في التنشن راح جاية الدكتور قال لنا ايه اضربوا الجدول اللي معاكوا ده في اتنين طب ليه قال منين كلمة اتنين هو عارف منين كلمة اتنين عارف منين كلمة اتنين لان هو عارف ايه المشكلة اللي عنده في المكنة فقال لك بس في حاجة اسمها المعارية معارة الخطأ اللي عندي فانا عشان كده بضرب الاقام اللي بتطلع في اتنين بس ما الى زي بس يعني انت لو عارضت الدنيا تبقى حلو لو في كلمة قفت ده ما كنت تتجمع يعني يا بشحور ماشي برضك هنا مثلا في التستينج سامبلز الفكرة في ايه مثلا يعني ممكن مثلا ممكن مثلا نبقى نجيب مثلا صورة مثلا توضح الحوار ده تشوفها هنا مثلا في الفيديو ان انت مثلا تاخد المنتج كله فول سايز وتعمله مثلا تست يعني مثلا زي ايه انت مثلا عندك انت فاكرين المصامير بتاع المصامير بتاع الاستيل ده لكن بتعمل مثلا من رولنج فيه مصامير كده بتعمل كبيرة بتبقى من رولنج اللي هي مثلا بتاعتك كبار وش عارف ايه فمصامير زي ده انت ممكن تاخد واحد منهم وترح جايه مثلا عمله ترنج تشيل مثلا نسبة معينة عشان تعمل منه الشكل العيلة اللي انت عايزه وترح جايه مثلا نشده فانت هنا خطه بتاع المنتج كله خط راح تجيه عمله فيه مثلا ايه ب Hackats فيه مثلا حاجات ثانية ان انت مثلا بتاخد مثلا من المظلم فيه حاجات ان انت مثلا بتاخد Cut ان انت مثلا بيكون عندك مثلا حاجة مثلا زي ايه hadith ايهزة او ما لذلك بيطلع سيتة متر عاكيب انش هتاخد سيتة متر حتى تنفق تحت ماكان عشان تشده لو انت بتاخد مثلا palette عينا كلها العلا ابعاطية مثلا عن عشر سنتي اه 20 سنتي ماهلا زالك بعلا حسب الاختبارات ان انت طائعة او ان انت هتعمل اختبار الحاجة بروتو طيب انت مصلا انجايب مكنا ولا جايب مسلا مكنا انت جديدة فانت مسلا بتطلع الحديد منها فانت عايز مسلا تاخد بروتو طيب مسلا من حاجات اللي هتطلع فاكيبش هتطلع مراهل ستة متر ممكن اطلع اتنين متر طلع آيحنا فانت تاخد مسلا منها ايا ياكون يعني هيكلام كده كلام ماشي يعني مبقولش لك الماشي ب違دت الا小 Fire إلي رأينا مت lavender ت autorization وتحيد من annoyed يقدر忙 بشكل الاشياء من الكلام كنت 名 voor Linesiar يعني of lightening تخبرين Alexa harbor een du home αν顔 gelukagne infliction dich البيندينج. انت مصلا لما بتيجي تتنع عينا. بتيجي مصلا ان تتنع اي حاجة مصلا. فهو هنا بالنسبة له ده كده بندينج. جميل ده ان ده انا اوان دفليكشن. دفليكشن في التاني حاجة مثلا زي الانجل. اه انجلر زي التورشن. انت مصلا بتيجيب عينا وتروح جاي بريمها كده مثلا التروح جاي مقاوسة اي حاجة يعني. فانت هنا اتعملت هنا ايه? هنا انجل بس الديفورميشن ده انت اللي بتعبر عنه بايه بانجل. بس يعني دا كلام كده ايه? تعقيب كده على شوية كلام كده ممكن تقرؤوه يعني. اه بقى كلمة اللوتز اللي احنا لسا قلنانا من شوية? كلمة اللوتز اللي احنا لسا قلنانا من شوية احنا عندنا في اله احنا مسلا لما بيجي عندنا اي منشئ او اي او اي مادة حديد اين اي منتج انت لو عايز مسلا تيجي تطبق عليه اللوتز فانت عندك تلات انواع من اللوتزyorum رئيسية فانت عندك حاجة اسمها ساتيك لود وعندك حاجة اسمها ديناميك لود وعندك حاجة اسمها سايكلك لود طب ايه الفرق بين التلاتة عزون الجرافات يعني بتوضح فكرة في الساتيك لود اللي انت مثلا بتفضل ايه تاخد اللود مثلا بتفضل تعلى بيه نسب 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 معينة وتركيبات رهجية مثبته النسب دي بتبقى ليلة بتبقى ليلة شوية ان هو انت بتحول ان انت تأثر على المادة مش عايز تديلها مرة واحدة عارف انت تأكد انك شاعة عربية بتدخل في حيط انت كده فرملت فرملت ايه ده انت كده انت كده مثلا الاكسلاشم داعتك من مية بيتمرة واحدة صفر دي السرعة بتاعتك فدي طبعا هنا انت عملت اللود كبيرة جدا لكن هنا في الفكرة في لساتك ان هو بيعمل ايه بيعلى واحد اتنين تلاتة اربعة فهو بياخد نفس يعني بيجزق اللود الكبير جدا ده على حاجات صغيرة وبعد كده في الاخر يفضل يوصل للمكسمن بتاع وبعد كده يفضل ايه ثابت من الحاجات اللي زي كده ايه ايه انواع اللودز اللي احنا بنطبقها على بعض المتاريز اللي احنا بنعملها بيقى فيها ستاتيك زي التنشن ماشين وزي بردك الكومبيريشن ده بيبقى ستاتيك جميل وده هيوضح بردك لو انت مسلا تيجي تقرأ السلاز بتاعت التنشن يقول لك ستاتيك تشعلي فيه فانت كده فهمت معنى كلمة ستاتيك اللي مصود بيقى هنا ده نوع من انواع اللودز الديناميك زي ما قلت لك ستاتيك العربية رأيك تحملها الراحة جاية الساق داخل في حيطة من مية من سرعتك بقيت مية بقى الراحة بقى السفر فده بقى طبعا الديناميك وفكرة حتى في الديناميك انه ببقى بشع بمعنى كلمة بشع يعني انت مسلا انت خيل مسلا ان انت مسلا لو في ايديك خط والخطه ده بضلت من انت انت عن outro اصلا انت عمال ايه? بتشدو تشدو 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 بالراحة بتشدقطة لكان انت اعرف الناس الا باللود اللي الانت عملت هنا عملت ايه? لود دايناميك فانت اصلا لما بتعمل الود ده بيكون دايناميك ده بيخل المادة يعني ايه تاخضع ليك بسرعة يعني اسلا حاجة زي كده طبعا انت اخدتش بالك هي ايه ده? ده بلاستيك او. يعني انت انا مسلا الفكرة مثلا بلاستيك بص انت اصلا لو تيجي تشده حبة حبة. احنا كده بعمل بص شايف المادة ازاي? المادة لسه ما تقطعتش. انا كل ده عمل بشد. لكن الفكرة مسلا لو انا جيت عملت كده. المادة تقطعت. هي الفكرة ده ده فرق بسيط جدا ما بين الدانامة كل الفكرة مسلا ما بين زي ايه? اه الفكرة اصلا في حاجات زي مسلا المعدن. السلوك مسلا بتاعت التوصيل مسلا بتاعت الكهرباء. انت اصلا تقطع تجيب السلك وطاعت واحد اتنين تلاتة اربعة تفضل تعمل فيه. تفضل بقى تتني رايح جاي تتني رايح جاي. راح جاي مسلا ايه? مكسور معاك. جميل? من انواع برضك الديناميك لودز زي اللودز مسلا اللي هي بتكون في الزلازل والانفجارات. مرة عطم. فتلاقي. فتلاقي ليه المبنى مسلا ما بقدرش يستحمل حاجة زي كده. لان انت اسلا لما جيت اسلا تعمل المبنى ما كنتش حاطث في الحسابات اللي انت حطيت بها خرصانة وحديد وش عارف ايه وكلام ده. ما حطيتش مسلا في دماغك ان المبنى ده يتعرض لديناميك لود. فبالتالي اول ما جد ديناميك لود ما قدرش يستحمله فانهار. على عكس مسلا ما بتيجد انت تحطه اساسا في المنشأ يعني يعني. بس مشكلة يعني من حاجات اللي هي بتقابل في في الديناميك هي الريزولانس والسايكلت. الفكرة بتاعت الريزولانس لما احنا نفتكر قبل كده. يعني كان فيه قبل كده تقريبا ايام الحرب العالمية. اه ماشوا جنود. ماشوا الجنود. خطوة عسكرية على كوبري. في ايه 何 حصل للكوبري ده. الكوبري ده يعني صادف صادف التรدد بتاع الخطوة بتاع العساكر. نفس التردد الطبيعي بتاع المادة بتاعت الخرصانة. فالكوبري نهار بيهم. اه يعني هي الفكرة بتاعت الريزولانس انا مش هقدر شرح اي اوي يعني. بس هي الفكرة انها كل مادة لها ريزوانس. لها اه تردد رنيني بتاعها. دي حاجة اتشروحان احساسا او احنا في في السنوية. فانت الفكرة ان ان انت بتحاول الات ده ما تقدر ما تجيش ناحية التردد الطبيعي للمادة لان انت لو وصلت التردد الطبيعي بتاع المادة اديتها فايبريشن يسوي التردد الطبيعي ده اقوي فانت بالتالي هتقدل للمادة تنهار وده بيحصل اي متى بيحصل مثلا في الديناميك لود زي في الزلازل زي في الانفجارات بيحصل برضك في السايكل كلود بس بيبقى السايكل كلود ان هو بيبقى مثلا لود آآ زغير نسبيا عن الديناميك بس بيعد ايه يروح و يجي. ليه دورة الحملة? يبدل يطلع 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 بعد كده للمكسيمو بعد كده ايه اللي ايه اللي. بعد كده يطلع بعد كده ينزل. فهو الفكرة ان هو ايه? يعني هو فكرة حملة يتقرر دورية على فترات زمنية وسبب اجهاد عالي. حاجة زي كزا يا الكباري. الكبري طبعا انت اصلا بتبدل تطلع العربية بتطلع ليه مرة يعني عربية ورا عربية ورا عربية ورا عربية لحد ما تلاقي في الاخر الكبري كله بقى زحمة. هو ان ده عنده ده المكسيمو بتاعه. بعد كده العربية تبدأ تنزل واحدة ورا التانية ورا التالتة فتبدأ اللوت ديقل من عليه. ايه? بعض انواع الفتيج. بعض انواع الفتيج. جميل? باول حاجة. تاني حاجة بقى اللي اح نقود ندخل فيها مسلا ايه الانواع بتاعة البروبيرتس او الكلمات اللي احنا عنقابلها بس ايه? ندي ايه تستعريف لها شوية. هنا بسا هنكتب كلمة. بايش. انت مسلا لو جيت قراءة اللي احنا عليهم من شوية من شوية عليهم احنا نقرأها وكده. فانت هتلاحز ان الدكتور مسلا قال كلمة ايه? اه قال كلمة ان البيهيفيور بتاع المادة بيتأسر بنوع الحمل اللي انت بتحطه عليها. نميل? هنجيبها لكم بس عشان ايه? اه هنا. الماتيريال تستينج بيقول لك هنا اصلا ديفورميشن ان البيهيفيور بيعتمد عليه طبعا احنا بييننا اللوتز او ما لذلك. بس ايه الفكرة راضك ان انت عندك اتجاه الفورس ده بيأسر معك. يعني هنا بيقول لك ايه هي قدرة المادة على مقاومة الاحمال المعرضة لها حتى الكسر. اه طبعا نوع المقاومة دي بيعتمد على ايه? هنا بالعربي معناها مقاومة. تتوقف المقاومة على نوع طبيعة الحمل المؤسرة على المادة. جميل? نوع الحمل ده احنا مسلا صراحنا مشوية نوع نوع احمال اللوتز مسلا بس فيك الاتجاهات بتاعتها بتفرق برضا. فانت مسلا هنا عندك في تنشن انت بتمسك العين اللوتر راه جاي عملها ايه? تبعدها عن باضيها مثلا. اه جميل? ولاحظ ان هنا مثلا انا بعمل هنا ايه? ده هنا انا بعمل فورس نورمل على السيكشن على الكروس سيكشن. يعني هنا ده ده المسلا قلنا ده ده الحاجة اللينا هعمل فيها التنشن. فانا بعمل ايه? فورس نورمل على البتاع ده. وفي نفس الوقت بتبقى اكسيال. يعني على الاكسيز بتاع بتاع الماتيريال. طبعا في الكموريشن نفس الحكاية في البندنج انت بتعمل ايه? فورس مسلا على الاكسيز. جميل هنا في الشير انت بتعمل فورس من تحت وفورس من فوق. عشان ايه? في الاخر تقص الحاجة. التورشن نفس الحكاية الامباكت والفيوشن ده من انواع ايه. وبيقول لك ان هي السترنس ده بيعتمد على على النوع المقاومة دي اصد بتعتمد على شكل اللود اللي انت بتعمله على المادة دي. طبعا يعني ايه الفكرة من الحاجات اللي هي المسال على كده زي مقاومة الخرصانة لسه كالحديد. انت ممكن مسلا تجيب عمود خرصانة برضك وتشده. وفي نفس الوقت انت تتيجي تشد عمود حديد. طبعا عمود الحديد هيستحمل اكتر من الخرصانة. اه ودي حاجة هنوضحها بعد شوية يعني. عمود الحديد اساسا بيستحمل تنشن اكتر مسلا من الخرصانة. جميل? فبالتالي هيبقى رد فعله مختلف عن الخرصانة. فهي الفكرة دي دي ايه دي ملخص الكلام يعني. حتى ما اتعرضه من نفس الحملة. سوى اتنشن انكمبريشن. جميل? جميل. بعد كده عسلا عندنا حاجة اسمها الهاردنس وفزا متريال. فكرة دي الهاردنس وفزا متريال دي المادة الهاردنس بعدها بالعربة اه صلادة. اه هي خاصية لسطح المادة. جميل? يبقى الهاردنس هي خاصية ايه لسطح المادة. طبعا فيه انواع. في انواع كتيرة للهاردنس. حاجة زي الويل هاردنس. حاجة مسلا زي ما انت سكون عندك مسلا ترسين مسلا جمي بعض. ترسين دول لما بيعسوها مسلا فبعد مع الوقت بيحصل فيهم ايه?